الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على سيد خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنا جايب لكم النهاردة مكمل غزائي أكثر من رائع بالأعشاب الطبيعية وهو متوفر في معظم الصيدليات كابسولات اسمها سيناجست مكمل غزائي يحسن عملية الهضم ويزيل المغس والانتفاخ يخوانا المكمل ده ده في ينسون وفي بيبونج وفي حاجات كتير هعرضها لكو دلوقتي وهتشفوها كابسولات سيناجست مكمل غزائي يحسن عملية الهضم ويزيل المغس والانتفاخ كابسولات سيناجست مكمل غزائي يحسن عملية الهضم ويزيل المغس والانتفاخ والدواء يحتوي على المادة الفعالة بروميليين شمر في شمر اهو في بيبونج في نعناع نعناع في الفلي في انزيم البيبون في ينسون في زنجبيل والتي تستعمل في العلاج والواقية من المغس والانتفاخات مكمل غزائي من الاعشاب الطبيعية انت عاوزيني تاني احسن من كده ملوش اي اعراض جانبية بس الشركة بتقول برضو اشتشير الطبيب عشان ايه لو حد عنده حساسية من اي نوع من الحاجات دي يبقى يعني الطبيب يخبره يعني كابسولات سيناجست مكمل غزائي يحسن عملية الهضم ويزيل المغس والانتفاخات الشركة المنتجة سينيفيريميل دواع الاستعمال مكمل غزائي وحسن عملية الهضم ويزيل المغس والانتفاخ فرط الحساسية موانع الاستعمال بقى فرط الحساسية تجاه اي من المكونات يجب استشارة الطبيب في حالة الحمل والرضاعة دون وصفة طبية او بوصفة طبية التي تتناولها بالاضافة الى اي من المكملات الغزائية والعشبية فتمنات والمعادن وغيرها يعني هو بقول لك من الافضل استشار الطبيب عشان لو عندك حساسية من اي حاجات من الحاجات العشبية الطبيعية ديا زي اليانسون او البيبونج او الشمر او الى غيره يعني بقول لك كابسولة او كابسولتين بعد الوجبات اليومية لا تاخد كابسولة الاثنين بعد كل وجب يجب استخدامها بوصفة من الطبيب للضرورات الطبية تجنبا لحدوث اي اضرار او اعراض جانبية الاغفال عن اخذ الجرعة في حال تفوتك لجرعة الرجاء تناولها فورا ملاحظة ذلك لو كان الوقت قريب من وقت الجرعة التالية تخطى الجرعة المفتقدة واستمر باتباع جدول العلاج لا تتناول الجرعة اخرى لتعوض الجرعة المنسية يعني انت لو انسي الجرعة ما تاخدش جرعة ثانية عشان تعوضها اذا كنت تفتقد الجرعات بانتظام اعمل على وضع انذار او اطلب من احد افراد الاسرة بتذكيرك يرجى سؤال الطبيب لمناقشة التغيرات في جدول العلاج او الاعداد جدول زمني جديد للتعويد عن الجرعات المنسية ان كنت قد نسيت الكثير من الجرعات مؤخرا احنا يا اخوانا قناتنا معلومة طبية بنفيد الناس بنسهل لهم اللي هما يوصلوا للأدوية المفيدة ازاي بس مش بنقول ابعدوا عن الطبيب لا برضو تحت اشراف طبيب عشان في ناس بحصل لها حساسية من المنتجات بحصل لها اي حاجة يبقى برضو تحت اشراف طبي لا غنى للانسان عن الطب وعن الطبيب خد الدواء او حتى المكملات الغذية تحت اشراف طبي عشان مش كل الناس زي بعضها لا تنسو نشبه بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته